ما هي التقوى؟ التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا هو حقيقة التقوى أن يتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقيل في معنى التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك وقيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل في معنى التقوى أيضاً خلل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى وعمل كما شن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحررن صغيرة إن جبال من الحصى هذا هو حقيقة التقوى قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب فالقلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد وهو الذي إذا استقام وصلح استقام بقية البدن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلاحها بالإيمان واليقين وتقوى الله تعالى صلح الجسد بالأعمال الصالحة وإذا فسدت يعني فسد هذا القلب بالنفاق وما يعتريه من الأمراض فسد الجسد كله بارتكاب الذنوب والمعاصي واعلم أن صلاح القلب يكون بعمل من الإنسان وبتوفيق من الله أيضا فالإنسان متى علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفقه ويسجده ومتى علم منه ضد ذلك فإنه لا يوفق للخير فزيغوا القلب وميله إنما يكون بسبب من الإنسان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعلينا أن نعتني بصلاح القلب واستقامته